وصفة النهاردة هي جرتان البطاطس هنعملها بطريقة صحية وطريقة حلوة جدا صنية دي حلوة جدا في العزومات وخصوصها لو انت كمان عملتها بالطريقة ديت هتعجبهم جدا ومش هيحسوا ان هي صحية او معمولة بطريقة مش طريقة العادية لكنها طعمها حلوة جدا حلوة جدا كوجبة فطار او وجبة سحور لان هي بسيطة وسهلة وخفيفة ونتجتها يوم يوم يلا نشوف مع بعض الوصفة ولو اول مرة تشوفوا قناتي انا منالبع معكم اكلات صحية واكلات على نظام الكيتو كل حاجة بنعملها مع بعض بطريقة صحية ومفيش حرمان بل بالعكس بنكل كل الاكلات ولكن بطريقة صحية وحلوة جدا اول حاجة انا جبت حوالي اربع سمرات من البطاطس وابتديت اقطعهم شرائح ولا تخينة ولا رفايع متوسطة وابتجي ارصها زي ما انتو شايفين كده انا ما تبلتهاش ولا اي حاجة وحرصها وقفة كده في صانية بايركس وما دهنتش ولا زيت ولا اي حاجة عشان اوليكو قد ان هي خفيفة وتعتبر من الوصفات الحلوة جدا والمشبعة وكمان صحية ببتجي ارصها كلها بالشكل دوت وقفة كده هبتجي اضيف بقى ملح وفلفل اسود اتبلها يعني كده وهي وقفة في مكانة بعد كده هضيف رشة من الملح وهنا بحط حوالي معلقة صغيرة من التوم البودر ولو حابة تحط بصل بودر او اي نوع من التوابل انت بتحبيها وده اختياري براحتك واخر حاجة هبتجي اجهز دلوقتي البشاميل البشاميل انا حاخد حوالي نصف لتر من الحليب ولو عايز حليب خليل دسم تمام جدا هبتجي اضيف بدل الدقيق انا بضيف معلقة ونص من الشفان هنا البشاميل بتاعي بيكون بشاميل خفيف مش بشاميل تقيل ببتجي اضيف دقيق الشفان معلقة ونص وبعد كده هبتجي اه هملحه شوية ملح وشوية فلفل اسود زي ما انتو شايفين بالشكل ده هنا البشاميل انا بعمله على البارد عشان برضك يكون صحي وخفيف ومش هحط فيه زبطة خالص انا هكتفي بالزيت اللي هضيفه على البطاطس عشان تكون معي بطاطس صحية 100% هبتجي اضيف برضك رشة من التوم البودر مع البشاميل اللي بيدي تعمه تستحيل وقوي وكمان اخر حاجة دي اضافة اختياري بس بيردك بتفرق خالص في طعم البشاميل بضيف بشر حاجة بسيطة جدا من جسد التيب بيخلي طعم البشاميل بينقله في حتة تاني وحقلب كويس كويس وحطه على النار وهنا لازم ان انا اقلب البشاميل باستمرار عشان ما يكلكعش مني ولا اي حاجة هجيب البطاطس وحط عليها معلقة المعلقتين من زيت الزيتون وهي دي المادة الدهنية اللي انا حطيتها وهنا البشاميل اللي بصه زي ما انتم شايفين كده طبعا ما بسيبهوش خالص انا بقلب لحد ما يحس ان هو خلاص ومش عايزاها سميك انا عايزاها بشاميل خفيف هنزل بيه على البطاطس دايما انتم شايفين كده بكون ولعت الفرن على درجة حرارة 180 لمتين على درجة ومجهزة عشان اول ما تدخل البطاطس يكون الفرن صخر حبتيجي بقى انا سويت كده البشاميل حبتيجي اجيب ورقة من الزبدة واغطي صنية البطاطس ما بحبش احطها على طول ورق الفويل الافضل نحط ورقة من الورقة الزبدة وبعد كده ننزل بورقة الفويل وهدخله الفرن لمدة هوالي يعني تلت ساعة كده واشوف البطاطس هلاقيها ان شاء الله تكون استاوت حسيتش ان هي خلاص استاوت شيل الغطا يدوبك بقى نبتيجي نطلعها وحبتيجي بقى اضيف رشة من الجبنة الموزاريلا وهنا نقلتها الطعم تاني وشكل تاني الصنية دي هتعمليها في العظومات هتعمليها لولادك وقت ما يكونوا حابين ممكن تعمليها وتعطي تلاجة هتطلعها لهم في السحور ياخدوا منها قطعة كده في الميكرويف عايز اقول لكم طعمها يجنن البطاطس لما بتشرب منه البشاميل طعمها بيفرق خالص وزي ما نشايفين ازي قطعة من البطاطس طلعة سخنة وريحتها وطعمها خصيرة وكمان احلى حاجة ان هي صحية اتمنى لو اول مرة تشوفوا قناتي يريد يساعدني ويشرفني تشتركوا في القناة وتفعيلوا الجرس واللايك يا حلوين وشير لكل اصحابنا والتعليق الحلو اهلا بيكم في قناتي وزي ما نشايفين بصوا طرية وجميلة اتمنى ان تجربوا وكتبوا لي في التعليق